موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة نقف اليوم في الوقفة الاحتجاجية الثانية وقفة احتجاجية اللي سببها مطلب من المطالب الضرورية في الحياة وهي الماء فايد كيف يعقل ان الماء المقدم للساكنة دي المدينة أسفي ماء خانز نعم خانز بدل معناه هذا لن أقول متعفين وما غاديش نقول ماء فاسد ولا كده غاديستعمل العبارة اللي كيحبون الناس في أسفي يستعملوها لأنه خانز ماء برائحة نتينة بريحة خانزة وبطعم خانز فاسد فبالتالي الساكنة صبرت لشهور طويلة احنا قلنا ربما كانوا واحد المشكلة في تريتمون لواحد اللحظة معينة وقع اختلال معين وغادي تقدل فبالتالي الأمر استمر لشهور طويلة فبالتالي ما كان علينا إلا أننا نخرجوا ونندوا ونحسجوا على هذا الواقع على الأليم كيف يعقل أن مدينة أسفي المدينة اللي تعداد سكانها 300 ألف نسمة تشرب الماء متعفن وكيف يعقل أن 300 ألف نسمة غتبشي توجه لمحلات تجارية بشتري البيدوات ديال الماء وكيف يعقل أن 300 ألف نسمة غتبشي تسجيل مما من الآبار ومن العيون المجاورة لمدينة ديال أسفي الحل اللي كي نهجوه الناس هو هذا مع كامل الأسف وأنهم ساكن كيمشيوا المداشر القريبة من المدينة ديال أسفي وكي حاولوا أنهم يسجيوا لما كان سوضف للكلمة ديال يسجيوا مع العلم أننا في واحد الزمن اللي ربما كي ينس في دول أخرى اللي كاتحصار مراسها عندها لأن الغاز كيدوز في الأنابيب ومعرف شنون اللي يبقى بقالهم غير الحليب ساوي يدوز لهم في الأنابيب احنا الماء اللي الآن كنمشيون سجيوه من العيون ومن الآبار لديال مناطق المجاورة لمدينة ديال أسفي إذن هذه صراحة قمة ديال التخلف وقمة ديال الفساد أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لا رديس في المدينة ديال أسفي أنها تستمر في هذا الغي دياله وتستمر في بيع مع العلم أنه أمر غير قانوني أنها تبيع الماء الفاسد لمواطنين مع العلم أنه جميع المواثق الدولية ومع العلم أنه الدستور المغربي ومع العلم أن القوانين المؤطرة للقطاع المائي كتقول أنه ينبغي على الدولة أن توفر للمواطنين ماءا شروبا ماء صالح للشرب فإذا كانت إذا كانت الإرادة الملكية وكانت العناية المولوية الملك محمد السادس نصره الله أنه يوصل لما الجبال ويوصل لما الأبعب نقطة في المدينة في المغرب فأرى كان يقولوا أن النسزي الأسفي الآن ما كيبعد منهم وهما الآن اللي كيمشي ويسجي وكيقلبوا علماء ولكن هنا غادي نرجع ونفتح ونفتح القوس ديل السبب شنو السبب علاش المدينة ديل الأسفي كتعيش دي المشكل غادي نقولوا الغياب ديل تساقطت المطارية نعم هذا الأمر عام واش الناس في الرباط كيشربوا ماء فاسد خانز واش الماء الناس في طانجة كيشربوا ماء خانز واش الماء في الدار بدولة المحمدية ولا مراكس كيشربوا ماء خانز إذن الجافاف رائع المغريب كامل مش يغير على الأسفي السبب المباشر هو أن المركب الشريف للفوسفات أن الوساي بي كيستنزف تطر والمائية الوساي بي كيستنزف 80% من الماء اللي كيجي البراج ديل الأسفي فبالتالي إذا كانت هذك المنسوب ديل الماء كتبقى فيه نسبة ديل 20% وكتعفن وكتوصل خانز السكان ديل الأسفي فالوساي بي يخصو القربة دائل الوساي بي يخصو يخلي المال الساكنة لأن إلا اخطعها المارة وجعلنا من الماء كل شيء إلا اخطعنا الماء فيه أشغنديره إلا إلا كنتوا بغيتون نمسيهم من هذ المدينة فهنا مستعدين لهذا هجرة جماعية قولوا لنا أن المدينة مبقتش قادرة على توفير مناخ ملائم للحياة إلا كان الأكسجين غيكون ملوة بالغازات السامعة ديل الوسيقى إلا كانت الروائح الحرق النفايات سواء المطرح القديم ولا المطرح الجديد لما كيتمنش النفايات حتى هو وكيد الحرق سواء نضاف عليها الآن الماء الفاسد ففي نهاية مقومات الكرامة الإنسانية ديل ديل شروط بسيطة تاني ديل الأكسجين والماء الشروب إلا ما كانوا شهد هذا الجو ديل العناصر فكنضل أنه نخويوا المدينة ويفرقونا على المغرب أو لا يتصرفوا لأنه ما يمكن تحملوا هذا الوضع وشكرا فعلان صباح ليا وخرجت معا جريدة أشواق اللي كان حيية من هذا المبنبر أننا خرجنا بالتصريح والساكينة كاملة خرجت بها التصريح باش أننا أنا غادي ننضم هذه الواقفة اللي هي يوم السبت اللي هي كيفما تشوفوا الآن ها هي قدامكم خرجنا على أساس أنه الماء أصبح غير صالح للشرب إحنا لا كيفما كتعرفو الأكترية الساكينة دي الأسف كتعاني من هاد المشكل اللي هو المشكل الأساسي وكيفما كتعرفو أن الماء أساسي في الحياة كنت طالبوا من المسؤولين باش أنهم يدخلوا في أقرب وقت باش أنهم يعالجوا لين هاد المشكل دي الماء اللي غير صالح للشرب وكيفما كتعرفو را لا يعقل لا يعقل ان انا كنخلصوا كنخلصوا الفاطورة ديال 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 الماء كنخلصوا الاراضيس وفي نفس الوقت هذك الماء اللي كنخلصوه ما كنشربوش كنمشو كنشرو 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 الماء من 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 سميتو من عند البقال او الحانوت كيفما كده فكن هذي اه الوقفة هي رسالة للمسؤولين على انهم باش يصرعوا لنا باش يقاوا لنا حلول هاد الماء را 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 مني مني ما كيبقاش عندك الماء غاي صالح للشرب را الكرامة ديال المواطن كتقاس كنشرو القراعي كنشرو القراعي وما عرت شوانا مردت قاع كت صحيح انا كت عيشة في الخارج وجيت المغرب مرد مرد طلع قاش قالوا لي الماء خايب هنا يمعت باقي له ولي مردني وليش وليكن هذي فيه ممهار ليش فيه هذي فيه من غير الماء كن ازبال كن الشوانت محفورين كن مادر اللينا حضايق فين قعدوم ودي اللينا مكدونال فين قعدوم ودي اللينا السيني مفنت ونسوق حاجري اللينا قاس فيه ما عرفتش لاش حاجرين وقاس فيه كانزين واخويا اش غنقول لي والما هو كل شي والناس اش غيشربو والما غالي لو بغيتش شريه غالي انا قد نشريه واحد قراعي قدي شريه ما يقيتش شريه واحد اخر ايو اخويا المهوه كل شي الماء تشرب منه تطيب منه تعم منه تصبل منه تجفاف منه تغسل الماء وقاس هم يصابوا لنا وانا ما عرفتش السباب هذي الملي اللي خان لي ولا خانزا لاش قال لك سبعت الراجل قال لك الماركشيمي الماركشيمي اللي بس عليه ما خس اش اطمع لنا في المديانة قاس يشريه لنا بوحده واش غنقولي كوليدي اللي عمر بي يحنو فينا وصافي يحنو في هاد المدينة زوينا وقديمة ولها تاريخ قديم واش غنقولي كبلاد نزدنا فيها وكبرنا فيها وساكلنا فيها وغير موتوا فيها فانا هم يديروني يديروني هذه المشكلة تعلمك